تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي تيجيكم مني أنا محمد عواد عبر سيلفي سبورت كل يوم ثلاثاء القناة الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها الإنسان الطبيعي الإنسان العاقل الناضج مستحيل يفكر نفسه أحسن من غيره عشان لونه عشان عرقه عشان أي نوع من أنواع الانتماءات والإنسان المنطقي بيعرف أنه عشان يكون أحسن من غيره يجب أن يكون أفضل بأخلاقه بعمله بإخلاصه لنفسه والإنسانية بشكل عام لكن بعض الأحيان في حياتنا منضطر ناخذ مواقف ونضرب رجلنا بالأرض زي ما بقوله أمام بعض الناس غير ناضجين أخلاقيا غير ناضجين عاطفيا غير ناضجين سلوكيا وبيعتقدوا نفسهم أنهم هم أحسن من غيرهم لمجرد الانتماء معلنين صفة الغباء على أنفسهم بشكل واضح للغاية بعض الأحيان صار في مواقف تاريخية أمام العنصرية كل واحدة منها كانت مؤثرة بجهة وهذه هي اللي معنا اليوم بتوب فايف وكالعادة وإحنا بنسمع وبنحضر بذكركم تتركوا لايك لأنكم إصحابي نبدأ برقم خمسة معنا وفي عام 2019-2020 واحدة من الشغلات اللي صعب أنساها وكتبت عنها في كتاب أكبر ما أعتقدون الجزء الثالث بتلك الفترة في أندي إنجليزية تحالفت مع بعض بحملات ضد العنصرية ولادي وست برومتش نشر صورة بيعلن فيه دعمه للحملات اللي واقفه بوجه العنصرية ثم جاء أحد المشجعين وقلهم والله إنكم مثرين للشفقة بهاي الأفكار أنا حلغي تذكرتي السنوية معكم وكأنه بحملهم جميلة لأنهم بيكونوا ضد العنصرية رد وست برومتش ما كان رد تجاري خلينا نفهم شو مشكلتك ونتفاهم وتعال نقنعك تجاوبوا بكلمتين بسيطات للغاية غير مأسوف عليك الله معك قلتك أحسن وهذا الجواب كان مهم لأنه كان الموقف الأوضح لنادي تجاه بعض الجماهير العنصرية بالسوشال ميديا فتم تخليده بأنه ذلك المشجع غير مأسوف عليه ننتقل لرقم أربعة ودور الأبطال 2021 وأعتقد جميعكم بذكروا مباراة بين باريس سنجرمال فرنسي وبشاك شهير التركي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دور أبطال أوروبا لعشرين واحد وعشرين الحكم الرابع الروماني بيوصف مساعد مدرب باشاك شهير ويبه بأنه أسود الحكم الاسمه كولتسكو ما توقع ذلك ردة الفعل القوية من اللاعبين نجوم سنجرمان ونجوم باشاك شهير بيتفقوا عشاء لا تستحق مباراة أن تدار تحت قيادة مثل هيك حكم ولو كان رابع انسحبوا بالنجوم بالرواتب العالي نايمار إيمبابي الكل ما بدوا يلعب وكان في تصريح شهير لإيمبابي لا يمكن لعب كرة القدم بوجود حكم من هذا النوع وعيدت المباراة في اليوم التالي لكن أوصلت رسالي واضحة ما منقبل بالعنصرية ولو كانت بتلوين البشر وننتقل للموقف الثالث 26 أغسطس 2016 موقف مهم جدا قام فيه لاعب بالرياضة مش مشهورة عربيا لكن شفنا حركته في كل مكان لاعب كرة قدم أمريكي اسمه كولين كابرنيك بيرفض تماما يوقف للنشيد الوطني تع بلاده أمريكا تم انتقاده كثير من جمهوريين وكان عرأسهم ترامب خلال حملته الانتخابية الأولى وكان إنه هذا يدور له عبلة ثانية يروح هذا مش أمريكي لكنه أصر في المرة الثانية نزل عركبته بلقطة كلنا منعرفها وشفناها بتنتشر بكرة القدم وأصبحت رمز لإعلان الموقف ضد العنصرية الرجل كان تصريحه وحول هذا الجلوس وحول عدم ترديد النشيد الوطني كيف أردد نشيد وطني لدولة تحمي اعتداءات واضحة وصريحة ضد السود كيف بقدر أوقف وأهدف لدولة عنصرية ضد مواطنيها وكان وقتها السلب بموقفه إنه ارتفعت عدد جرائم الشرطة ضد المواطنين الأمريكا من أصول أفريقية لقطة انتشرت وحتى اليوم مستمرة فكرة القدم من أكثر المواقف المؤثرة في مسألة معادات ومناهضة العنصرية وفي موسم 2013-2014 في الدور الإسباني في الإياب تقريبا في شهر إبريل كنا بنتكلم عن مباراة بين فياريال وبرشلونة نتيجة 2-0 لفياريال الأمور تمام برشلونة بسجلها بالأول 2-1 ركل ركنية بروح يلعبها دانيل آلدس وفجأة بيلقي أحد المشجعين موزي عليه وبدل مألبس يعترض ويحتاج يقول له هذه موزي باكلها أنا مش جرت عادي فتحها وأكلها وكمل مباراته وأعضته طاقة يسجل أو يتسبب خلينا نحكيها بالدقة بهدف التعادل لأنه جاء من هدف عكسي ثم استطاع برشلونة يقلب النتيجة ويفوز 3-2 عبر ليونيل ميسي كان انقلاب تاريخي ما خلصت القصة لهون خلصت المباراة لكن الموزي ما خلصت الجميع في البرازيل المشاهير النجوم بلشوا يوكلوا الموز على التلفزيون بكل مكان أنه موزي باكلها مش لأنك رميتها بدأ أحس حالي أقل منك أنت الأقل أخلاقا وأنت الأقل منطقا وهون بدأت فعلا عملية مختلفة بالتعامل مع العنصريين مش هنخليكم تشعرونا بأنه أقل منكم هنخليكم تشعروا أنه إحنا منسخر منكم تبين لاحقا طبعا أنه هذه الحركة ما كانت ردة فعل فورية من ألفس وعبقرية فقط لا تبين أنه نيمر وألفس استشاروا وكلات إعلامية وتسويقية أنه إحنا منتعرض لعنصرية شو نعمل فقالونا من لو رمع عليكم حالة موزي كنوها وإشعلوا السوشيال ميديا خرج نجوم كثار أكلوا الموزي بعدها ووصلوا رسالة يا عالم هذه موزي بأكلها جميع البشر نذهب لرقم واحد وأعتقد رغم عدم شهرته هو الأهم تخيل لو أجي أقول لك دور على موقف ضد العنصرية وتلقى عنه مش كتابة مقال أو موضوع أو حدا حطه بتوب فايف ولا توب تن أو أي سبن سبعة تمانية تسعة حط أي رقم دك ستلقى كثير ناس عملين عنها كتب ناس عملين عنها مقالات علمية ناس عملين عنها مقالات بحثية كيف ذلك الموقف نبه أمريكا أولا ونبه العالم ثانيا لمسألة العنصرية وليش لازم نوقف ضدها ونبه العالم أن العنصريين هم اللي أدنى إحنا الناس اللي بتواجهنا بالعنصرية إحنا الناجحين إحنا الفايزين واللي بيعتقدوا نفسهم أحسن منا قاعدين في بيوتهم ما عم بيعملوا شي بتكلم عن تسليم ميداليات أولمبياد 1968 سباق 200 متر حامل الذهبية تومي سميث وحامل البرونزية جون كارلوس بقربوا يستلموا الميداليات وفجأة بيرفعوا قفضتهم وبنزدروسهم بالأرض أثناء النشيد الوطني الأمريكي وكأنها رسالة إلها معنى في ذلك الوقت كان في حملة اسمها تشبه اللي حاليا فهذه الفكرة كانت هون إنه إحنا ندعم الحملات اللي ضد العنصرية العالم كله تساءل شو معنى الحركة ما كان فيه سوشال ميديا أيامها والخبر ينتشر فالعالم انتبه أمريكا يا عالم من جوة العنصرية عم تاكلها والعنصرية عم بتهدها وهد كانت رسالة وضحة للأمريكان من أصول أفريقية في الداخل أنتم ناجحين أنتم حملين ذهبيات ما تخلوهم يشعروكم منهم أحسن منكم أبدا يا عالم يلي مفكر حالك عنصري أنا بمثل بلدك وبرفع لك ميدالي ذهبية أنت بتعاملني هيك كانت رسالة حسب كتب كثيرة مقالات علينية كثيرة أهم رسالة من الرياضة ضد العنصرية قرأت مقالات وأنا بدور وعمل الموضوع الناس بتقول لك هذا دليل واضح إذا بنقضع العنصرية لازم ندخل من البوابات اللي بتوصل هدول الناس اللي بعتقدوا نفسهم أفضل من الرياضة من الترفيه من هذا الكلام قضية واحدة رفعت قبضة واحدة كانت واضحة جدا أنه هدول العنصريين لازم ما يضلوا في رياضتنا وبالأحرى ما يضلوا على كوكبنا نوصل هون لنهاية حلقة توب 5 كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك و تويتر انستغرام وضروا لي تتابعوني يا حسين بي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله